أعلن صندوق التنمية العقارية إدعى أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيد برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الجاري 2020 وخصص صندوق التنمية العقاري إجمالي دعم هذا الشهر لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم ويمكن برنامج القرض العقاري المدعوم مستفيد برنامج سكني من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%